وكأنه كتب على بحرنا أن تكون المطامر والمكبات جارة دائمة له مكبات عشوائية تقام بين البيوت والأحياء السكنية آخرها مكب أنشئ بمحاذاة أوتوستراد الجنوب بالتعاون بين بلديتي الجي وجدرة هذا لبنان الأخضر لبنان الزبالي أسود وأزرق وأحمر وبارت أنا مبارع قد بنتين طالع لها بجسم فطريات عرفت كيف؟ البرق عشي عنا هون دي نصار خيه دي نصار بتهجم على ولد دي بتاكله لو بتاكله هون بالليل ما فيك تقطع ماشي ما فيك في الكلاب مسعورة يعني بتهجم على العالم بتهجم على الأطفال بيكونوا أطفال ما بيسترجي ما حدا بيسترجي يقطع من هون بالليل المكب أنشئ بعد توقف شركة سوكلين عن جمع النفايات في الشوف وعلايه ورفض مطمر الكوستابرافا استقبال نفاياتهما ما اضطر بلديتي الجي وجدرة إلى تجميعها في هذا المكب في انتظار الحل وين كان الأفضل أنه نخليهم مجمعين نكدسهم حد البيوت وحد الشبابيك وحد غرف النوم يما أني جيبوا لهم حل أكيد أنه هيدا ملوث أكيد إبلا نين؟ أكيد لا مش إبلا نين ما في عندي بديل ما في عندي حل ما في عندي حل سحري لاني فيايات صارت لذي سنة عم تتجمع اللي من جدرة بيطلع منا يومية عشرين طون أضرار بيئية وصحية عدة يتسبب بها هذا المكب وعمال لا نقدر نبتح شبابيكنا لا نقدر نقعد ببيوتنا عمال القارس أكلنا الدبان أكلنا ورئيس البلدية ما عم بوعدنا إن شاء الله وفالكه طيب وخير ووعدنا كله كذب ما توخزنا وازبالي أتلتنا والأولاد عم بمرضوا تراوح أزمة النفايات مكانها حالها كحال الأزمة السياسية ليس لها حل قريب يلوح في الأفق مكبات نفايات جديدة ومحارق ستستحدث عندما تمتلئ القديمة لنصبح كما ذكر تقرير هيومن رايتس واتش الأخير نتنشق موتنا اشتركوا في القناة